اشتركوا في القناة احمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في تمكين الشباب وتوجهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للاستثمار في العنصر الشبابي وبمبادرة كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق الشبكة العالمية الداعمة لتنفسية الشباب والتي تسمى شبكة الأمل وهي منصة جامعة للدول المؤمنة بأهمية زراعة الأمل في نفوس الشباب مما يساعدهم على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم ويدفعهم إلى التغيير الإيجابي والتقدم بالإضافة لتعزيز روح التضامن والتعاون بين شعوب العالم من خلال الأهداف التي تسعى شبكة الأمل إلى تحقيقها من أبرز الفعاليات في شبكة الأمل هو المعرض الرئيسي هوبين أكشن الذي سينطلق في مجمع الأفنيوز التجاري وسيجتمل على العديد من الأقسام التي تبرز دور الدول في الاهتمام بشبابها وتسليط الضوء على الجهود الرامية لتمكين الشباب في مختلف المجالات كما ستقام حلقة نقاشية في متحف البحرين الوطني بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة بالإضافة إلى نخبة من الشباب البحريني بعنوان مبادرات عالمية داعمة للشباب فرص وتحديات وإيضا هناك لقاء بين المشاركين في شبكة الأمل مع أعضاء المشروع الوطني لامع والمشاركين في برنامج سفراء الشباب البحريني وسيتم تنظيم أيضا برامج مصاحبة للتعرف على المواقع التاريخية والحضارية والثقافية في المملكة